قصتنا لليوم قصة جدار الفصل العنصري هذا الجدار الذي فرق عائلات فلسطينية كثيرة ودمر حياتها بدأت قصته عام 2002 باجتيح صهيوني كامل للأراضي الفلسطينية أصدر بعده شارون أوامل لتنفيذ جدار الفصل العنصري يلتف حول الأراضي والتجمعات السكانية الفلسطينية كالأفع الجائعة يطوقها ويستولي على مقدراتها يبلغ طول الجدار الفصل العنصري حوالي 770 كيلومتر ويعزل ما مسحته 733 كيلومتر من الأراضي الفلسطينية وارتفاعه يصل إلى 8 أمتار وهذا يعني أنه ضعف جدار برلين مواصفات الجدار تشبه سورة السجن حيث يتراوح عرض ما بين 60 إلى 150 متر يضاف إليها أسلاك شائكة وخندق عميق يصل عمقه إلى 4 أمتار يمنع مرور المركبات والمشاء وطريق ترابية وسياج كهربائي مع جدار إسمنتي وطريق معبد مزدوج لتسيير الدوريات وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار 87% من الجدار يمتد داخل الضفة الغربية ويحاصر 173 مدينة وقرية فلسطينية وينتزع نحو 210 كيلومتر من مساحة القدس المحتلة ويستولي الاحتلال من خلال الجدار الشرقي على سلة فلسطين الغذائية منطقة الأغوار ويسيطر على مصادر المياه الرئيسية في المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي ويؤثر سلبا على حياة نحو ربع مليون فلسطيني يسكنون في هذه المناطق المحاصرة عام 2004 أعلنت محكمة العفو الدولية أن الجدار غير قانوني ويعيط حرية الفلسطيني وحقهم في التنقل بتأييد 14 دولة ومعارضة صوت واحد فقط وطالبت الاحتلال بهدمه وتعويض الفلسطيني 150 دولة تبنت هذا القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة رسم على جدرانه قصص القهر والألم الفلسطيني وما زالت مسيرات رفضه والمطالبة بتفكيكه قائمة حتى يومنا هذا